العاشرة ليلا بتوقيت جرينشا سادي سماسان بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرة مفصلة لأهم الأخبار في الولايات المتحدة معكم رأوف جربي أهلا بكم مشاهدنا إذن وقبل البدء في تناول تفاصيل عنوين النشرة دعونا نتحول إلى مدينة شيكاغو الأمريكية حيث تمر الآن بظرف مناخي غير اعتيادي أدى إلى انخفاض جودة الهواء في المدينة لتصبح الأسوأ عالميا مقارنة مع 95 مدينة حول العالم وهذا نتيجة حرائق الغابات في كندا هذه الصور كانت مشابهة إلى حد بعيد ما تم تسجيله في بداية هذا الشهر في نيويورك ومعظم مدن الساحل الشرقي للولايات المتحدة بسبب الحرائق الكبيرة للغابات في كندا وتأثر المناخ هنا في الولايات المتحدة وجودة الهواء بذلك بتأكيد سوف نتحول إلى باقي التطورات في هذه النشرة والبداية مع الملف الأمريكي الروسي والأوكراني حيث بدأت الولايات المتحدة فرض طائفة متوالية من العقوبات على مجموعة فاغنر الروسية والكينات المتعاملة معها في موافقة الخارجية والبينتاغون على تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون دولار وتوقعت كيف تسلم مقاتلات F-16 بنهاية هذا العام في تصعيد للضغوط على مجموعة فاغنر الروسية العسكرية أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربع شريكات في الإمارات العربية وجمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا متهمة إياها بالتجارة في الذهب بطرق غير مشروعة لتمويل مرتزقة فاغنر وقالت الخزانة في بيان إن فاغنر تمويل عملياتها الوحشية جزئيا باستغلال الموارد الطبيعية في بلدان مثل أفريقيا الوسطى ومالي متعاهدة بمواصلة استهداف مصادر الدعم المالي للمجموعة من جهتها أعلنت الخارجية الأمريكية تعزمها فرض حزمة من العقوبات على المجموعة هذا الأسبوع لمحاسبتها على عملياتها السابقة في أفريقيا مؤكدة أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالتمرد الذي شهدته روسيا في الأيام الماضية اتخذت الولايات المتحدة عدة خطوات أخرى لمحاسبة مجموعة فاغنر من خلال فرض عقوبات وتوجيه اتهامات لقائدها بريغوجين وسنوصل اتخاذ المزيد من الخطوات ضدها وسنشهد في المستقبل القريب جدا اتخاذ خطوات لمحاسباتهم على الأفعال التي ارتكبوها كما أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكين فرض عقوبات على العديد من الكيانات في جمهورية أفريقيا الوسطى لارتباطها بالمنظمة الإجرامية الروسية ولتورطها في أنشطة تقود الجهود والمؤسسات الديمقراطية في هذا البلد من خلال التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية وصنف بلينكين المواطن الروسي نيكولاي فجلانوف الذي يعمل مديرا تنفيذيا للمجموعة في مالي لتنفيذ صفقات السلاح والذهب وغيرها من الأنشطة وأصدرت واشنطن تقريرا جديدا يصلط الضوء على كيفية استغلال فاكنر لموارد الذهب لتأمين الإرادات ونشر الصراعات والفساد في جميع أنحاء المنطقة وحذر بلينكين من أن فاكنر تحمل الموت والدمار أينما ذهبت على صعيد آخر أعلنت الخارجية والبينتاجون سحب أسلحة ومعدات من مغزون وزارة الدفاع بقيمة 500 مليون دولار لدعم العمليات الهجومية المضادة المتواصلة في أوكرانيا وتشمل المساعدات مركبات برادلي وستريكر وذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي والمدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للإشعاع والذخائر الجوية الدقيقة وفي أوكرانيا توقع مدير مكتب الرئيس فلودمير زيلينسكي أن تتسلم بلاده مقاتلات F-16 بحلول نهاية العام قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن بلاده تدين الضربات الوحشية الروسية للشعب الأوكراني وضف كيربي أن الولايات المتحدة تدين الهجوم الساروخية الروسية الذي طال وسط مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا والذي خلف دمارا وأدى إلى مقتل العديد من المدنيين وضف كيربي أن الرئيس بايدن تعهد للرئيس الأوكراني بأن إدارته ستواصل الوقوف إلى جانب كيب قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتس رايدر إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد عدم الاستقرار المحتمل في روسيا مؤكدا أنه لهذا السبب تراقب القيادة السياسية والعسكرية الأمريكية الوضع هناك عن كتب أضف رايدر أن بلاده ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى إلى صراع معها وكذلك لم تكن ضالعة فيما حدث في روسيا ولن تتدخل هناك وشيرا إلى أن تركيز واشنطن ينصب على دعم أوكرانيا وتمكينها من الدفاع عن نفسها ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من ولاية مونتانا الأمريكية نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق مايك مورروي أهلا بك سيد مورروي إذن في البداية دعنا نعلق على هذه العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعات فاغنر العقوبات ليست هي الأولى من نوعها لكن بالنظر إلى السياقات الزمنية الآن هل هناك أي ارتباط مع ما حدث مؤخرا في روسيا شكرا لهذه أفرصة أعتقد بأنها ربما قد ترتبط ولكن من المهم الإشارة بأنني لا أعتقد بأن الولايات المتحدة أي علاقة بذلك فاستراتيجيا مجموعة واغنر صعبة للتوقع بالنسبة للقيادة في روسيا إذن أعتقد بأن الولايات المتحدة ترى بأن وقتا يسنح بأن هذه المجموعة مقودة وضعيفة وبأن قياداتهم معزولة في بيلاروس وقد يؤثر ذلك على عمليات هذه المجموعة في سوريا وليبيا وفي أماكن أخرى فالولايات المتحدة ترى بأن العقوبات قد تصعب من إمكانية هذه المجموعة من العمل والاستمرار في العمل وهو نظام سام للمرتزقة وحان الوقت لكي ينتهي فالعقوبات هي من إحدى الأسباب التي فرضوا حاليا بالنظر إلى التوقيت سيد مايك موروي ألا يمكن أن يقرأ البعض على أنه دعم للقيادة الروسية للكريملين لبوتين في مواجهة فاغنر قد أرى وجهة نظر البعض ويقولون بأن هذه المجموعة قد قامت بمحاولة الإطاحة بالرئيس الروسي بوتين وأن هذا الوقت حان للعقوبات أعتقد بأن الرسالة التي يجب أن تخرج من الحكومة الأمريكية بأن هذه ليست أنية بأننا لا ندعم الرئيس الروسي بوتين وباشتياحه غير القانوني لأوكرانيا لهذا السبب الولايات المتحدة والحلفاء يجب أن يبقوا خارج هذه المسألة أشرت إلى مناطق نشاط مجموعة فاغنر في بعض البلدان هناك تحالفات أو دعنا نقول علاقات جيدة للولايات المتحدة مع هذه البلدان التي تنشط في هذه الشركة فاغنر ألا يؤثر هذا على توازنات العلاقات للولايات المتحدة مع هذه الحلفاء يجب أن تكون العقوبات ذات طابع اقتصادي وحتى وإنما يكون توقيت المناسب فهذا سيحوض إمكانية مجموعة واغنر من تمويل نفسها وعلى المستوى الديبلوماسي يتعين علينا مواصلة الحديث مع الحلفاء وأن ننظر إلى عمل هذه المجموعة مجموعة واغنر في الدول الأخرى وكيف تستغل هذه المجموعة موارد الدول وأنهم قادرون على بناء قوات أمنهم خاصة بهم وأن يكونوا مسيطرين على مصيرهم أما مع مجموعة واغنر فهي ضيف لا يغادر أراضيهم وسيزيد المزيد من النزاع والتصادم وستستغل أيضا لتجني الأرباح الكبيرة سيد مورروي على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة الموجهة إلى أوكرانيا ونحن نتحدث عن فاغنر زعيم فاغنر تحدث قبل أيام وهو يصف كارثية الوضع الروسي في حربه على أوكرانيا وتحدث عن بعض الأرقام التي تظهر مدى تعاظم قوة الجيش الأوكراني مع ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا برأيك ألا يكشف هذا فاعلية الدعم الأمريكي والغربي الموجه لأوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي؟ نعم هذا دقيق وأتفق معك في هذا الموضوع لقد كان بريغوجين واضحا جدا بأنه يعتقد بأن هذه الحرب بدأت على أسس فيها كثير من الأكاذيب وأن من هم من أصول روسية في أوكرانيا مهددون وما إلى ما شابه هي نقطة مهمة وبالنسبة لسؤالك إن الولايات المتحدة والحلف الأطلسي وكل الشركاء الذين يساعدون الأوكرانيين يعطونهم ميزة فإن لم تكن المساعدات بهذه النظم المتقدمة المتطورة من الأسلحة فلكنت الحرب مختلفة وفي موازات ذلك يصعب على الروس الإبقاء على قواتهم مدربة ومتوفر لها كل الأمور اللوجيستية أعتقد في الهجوم المضاد للأوكرانيين عليهم أن يروا الثغارات في جمهة الروس على ذكر ذلك على ذكر الهجوم المضاد سيد ميروي هل تعتقد أن توقيت هذه الحزمة من المساعدات يرتبط بما حدث مؤخرا من التمرد الفاشل لفاقرنر وأيضا حالة الارتباك التي تعيشها القوات الروسية وتدعيات ذلك الأمر في الأيام المقبلة هل ترى أي رابط في ذلك؟ أظن أنه مرتبط بالتصدي للمجوم المضاد هناك عربات برادلي وهي مهمة لهذا النوع من الحرب في المناطق المفتوحة في جنوب أوكرانيا وعربات سترايكر وصواريخ الهاي مارس وكل هذه الأسلحة التي يمكن استخدامها لتفجير الملاجئ إذن كل هذه المساعدات التي نرسلها هي ضرورية للأوكرانيين على الجبهة لقد كانت مجموعة واغنر مجموعة من مجرمي الحرب سيد مورروي يتعلق بهذا الهجوم المضاد والذي كطر الحديث عنه سؤالنا هنا هل بدأ هذا الهجوم فعلا؟ هل هو في بدايته أم سيبدأ؟ لقد بدأ هذا الهجوم المضاد لقد توقع البعض أن يكون هجوما شاسعا وصاحقا وسريعا إن الأوكرانيين لا يفعلون ذلك فهم يستخدمون نظم المراقبة ويخترقون الثغارات وقد استعادوا حوالي 120 كم مربع وقد استعادوا حوالي 10 قرى إذن كل هذه الجهود تشير إلى التقدم المحرز من الأوكرانيين فبعض أعطاهم يومين وأعتقد بأن الوعاصمة كيف كانت ستسقط وهذا لم يكن الحال شكرا جزيلا لك نائم مساعد وزيرة الدفاع الأمريكية السابق مايك مورروي كنت معنا من ولاية مونتانا شكرا جزيلا وفقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع طائرات من طراز بي ايت اي بوسايدون متعددة المهام ومعدات ذات سلة إلى كندا بتكلفة تقدر بخمسة مليارات وتسعمائة مليون دولار وقامت وكرة التعاون الأمنية الدفاعي بتقديم التصديق المطلوب لاختار الكونغرس بهذا البيع المحتمل وقالت الخارجية أن عملية البيع المحتملة تدعم سياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين القدرات العسكرية لكندا مشيرة إلى أن العملية لن تغير التوازن العسكرية الأساسية في المنطقة ولن يكون لها تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان بحثت مع سفير الصيل لدى الولايات المتحدة القضايا التي ناقشها وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيكين الأسبوع الماضي وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر أن شيرمان أكدت على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين كان الاتصال مهما للغاية لمتابعة القضايا التي بحثها الوزير بلينكن ويجري الآن عدد من المحادثات على مستوى المسؤولين في الوزارة لمتابعة بعض القضايا التي ناقشها الوزير أهلا بكم من جديد ناقش مجلس الأمن الدولي الثلاثاء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وخاصة النشاط الاستطاني واندلاع العنف في الضفة الغربية فيما أكدت الولايات المتحدة عزمها العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لخفض التوتر والعودة إلى المحادثات خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الضفة الغربية قال روبرت وود نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن واشنطن ستعمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لخفض التوتر واستعادة الثقة للمساعدة في تهيئة الظروف للعودة إلى المحادثات ندعو جميع الأطراف إلى الامتناء عن اتخاذ إجراءات من جانب واحد بما في ذلك مشاط الاستطاني وعمليات الإخلاء وهدم منازل الفلسطينيين والإرهاب والتحريض على العنف وأثار هجوم بالرصاص شنته حماس أسفر عن مقتل أربعة مدنيين إسرائيليين خارج مستوطنة إسرائيلية أثار أياما من التواغلات العنيفة في القرى والبلدات الفلسطينية من قبل مجموعات من المستوطنين أدين بشدة تصريحات التحريضية والاستفزازية من مسؤوليك إلى الجانبين التي تزيد من تأجيج الوضع المتفجر على الأرض ما زلت أشعر بقلق عميق زاء التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الدفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية أدعو حكومة إسرائيل إلى وقف تقدم جميع الأنشطة الاستطانية على الفور وقد تم اعتقال 12 مشتبها بهم في الحوادث الأخيرة بحسب الشرطة الإسرائيلية لماذا نجري هذه المناقشات المتكررة إذا تم تجاهل جذور المشكلة باستمرار؟ كيف يمكن لهذا المجلس أن يهدف إلى منع العنف إذا لم تتم دانة أو معالجة حتى الممارسة المريضة المتمثلة في مكافأة الإرهابيين؟ أما الجانب الفلسطيني فقد تساءل في اجتماع مجلس الأمن عن استمرار النشاط الاستطاني في حين يدعو العالم إلى وقفه كيف لا يستطيع العالم بأسره الوقوف في وجه المستوطنين ورعاتهم؟ إذا كنتم جميعا تقولون أن المستوطنات غير قانونية ويجب أن تتوقف لماذا إذا نفشل في منع هذا السلوك الشرير من الاستمرار وسرقة أراضينا وتهديد حياة شعبنا؟ وفي موجة جديدة من العنف في الضفة الغربية قتلت القوات الإسرائيلية السبت مسلحا فلسطينيا أطلق النار على نقطة عبور شمال القدس وقد قتل الأسبوع الماضي في الضفة الغربية نحو عشرين شخصا غالبيتهم من الفلسطينيين أكدت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة ريمة بنت بندر السعود على موقف المملكة من عملية السلام وتمسكها بحل دولتين مشيرة إلى أن السعودية تريد أن يعيش كل من إسرائيل وفلسطين في ازدهار وقالت السفيرة في مقابلة مع شبكة MBC على همش منتدى معهد أسبرم في واشنطن إن السعودية تسعى إلى اقتصاد مزدهر في منطقة البحر الأحمر في ظل شرق أوسط متكامل وموحد يصبح كتلة مثل أوروبا شرق أوسط موحد ومتكامل ومزدهر يشكل كتلة مثل أوروبا هو ما تسعى إليه السعودية بحسب ما تراه سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريمة بنت بندر آل سعود وهذا ما يفسر بحسب السفيرة السعودية تغير مقاربة الرياض باتجاه العديد من قضايا المنطقة ولكن الأمير اعتبرت في مقابلة مع شبكة MBC على همش منتدى معهد أسبرم في واشنطن أن المملكة لديها سياسة واضحة بشأن حل الدولتين حيث تعيش إسرائيل وفلسطين في ازدهار رؤية 2030 تدعو إلى شرق أوسط موحد ومتكامل ومزدهر وإسرائيل موجود هناك نريد اقتصادا مزدهرا في منطقة البحر الأحمر نريد أن يزدهر الشركاء وجيراننا في إفريقيا وهذا هو الهدف النهائي لكن الحل يتوجب أن يأتي بسلام عادل وكرامة عيش لكل الطرفين السفيرة السعودية اعتبرت كذلك أن خطوات الحكومة الإسرائيلية ببناء المستوطنات تمثل مشكلة وتجعل اتخاذ خطوات للحل أكثر صعوبة على الشعوب الولايات المتحدة تقود الآن جهودا كبيرة لتقريب وجهة النظر بين السعوديين والإسرائيليين في وقت سابق من هذا الشهر زار وزير الخارجية أنطوني بلينكين الرياض حيث عقد اجتماعا مطولا مع ولي العهد السعودي تبعه اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأفق وسائل إعلام أمريكية فإن السعودية تريد من واشنطن مقابل تطبيع الحصول على مزيد من الأسلحة والموافقة على إنشاء الرياض لبرنامج نووي سلمي رغم المخاطر السياسية التي يمثلها الاقتراب من السعودية بالنسبة لبايدن إلا أن إبرام اتفاق تاريخي بين المملكة وإسرائيل قد يعطي دفعة للرئيس الأمريكي قبل الانتخابات كما قد يساعد ذلك في منع الرياض من الاقتراب أكثر نحو الصين بحسب وسائل إعلام أمريكية خلال اجتماعات استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي لمناقشة الأوضاع في السودان دان مبعوثون خاصون من الترويكا الدولية الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والعنف الجنسي والعنف العرقي في دارفور والذي نسب إلى جنود قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها وجدد ممثلات ترويكا دعوات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية للسيطرة على قواتهم وضمان احترام حقوق الإنسان ومحسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين كما أعرب المبعوثون عن قلقهم العميق من أن يؤدي تصعد القتال في دارفور وكردفان والنيل الأزرق ومناطق أطراف أخرى إلى زيادة توسيع السرع وحثوا قادة الحركات المسلحة داخل السودان على البقاء خارج القتال ودعم السلام وإنهاء النزاع عن طريق التفاوض رحبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا باستمرار التزام جميع الأطراف في اليمن بما وصفوه بالظروف الشبيهة بالهدنة وقالت السفارة الأمريكية في اليمن في بيان صادر عن الدول الثلاث إن الهدنة الحالية سمحت بتحقيق تقدم في العديد من القضايا الرئيسية وتسهيل نقل البضائع كما رحبت الدول والثلاث بالإعلان عن رحلات جوية دولية جديدة من مطار صنعاء معتبرة أن ذلك يزيد من حرية حركة المواطنين اليمنيين غير أن البيان عبر عن خيبة الأمل مما وصفه بمفاقمة الحوثيين للأزمة الإنسانية والاقتصادية والاستمرار في منع صادرات النفط اليمنية الدول الثلاث دعت الحوثيين إلى الكف فورا عن أي أعمال من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر باقتصاد اليمن وشددت على ضرورة بدء محادثات نحو عملية سلام مستدامة بقيادة الأمم المتحدة دعيتنا الحوثيين إلى التخلي نهائيا عن أي خيار عسكري وطالبت الدول الثلاث بضرورة السماح بالوصول غير المقيد ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الليبيين إلى اتفاق توافقي يسمح بإرسال الاستقرار وإدفاع الشرعية على المؤسسات وضف السفير الأمريكي في تغريدة عقب لقائه الناشط السياسي مصدق حبرارة إن ذلك التوافق سيسمح أيضا بعزل ليبيا عن الاضطراب الإقليمي أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن المحادثات المباشرة بين أرمينيا وأذربيجان هي المفتاح لحل النزاع في جنوب القوقاز جاء ذلك عقب لقائه وزيري خارجية البلدين قبل اليوم الثاني من محادثات السلام التي تحتضنها واشنطن لإنهاء النزاع بين البلدين واشنطن متفائلة نزاء محادثات السلام التي تحتضنها لإنهاء النزاع بين أرمينيا وأذربيجان والتي يتوقع أن تستمر لعدة أيام وزير الخارجية أنتوني بلينكين التقى الثلاثة قبل انطلاق المحادثات بوزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف وأكد أن الحوار المباشر هو مفتاح حل الصراع في جنوب القوقاز المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر قال إن واشنطن متحمسة إزاء تلك المفاوضات وستواصل مساعدة أرمينيا وأذربيجان على المضي في هذا النهج الولايات المتحدة متحمسة إزاء الجهود الأخيرة التي بذلتها أرمينيا وأذربيجان للمشاركة بشكل مثبر في عملية السلام وسنواصل مساعدتهما بأي طريقة ممكنة للبناء على هذا الزخم وفيما لم تتسرب تفاصيل عن اليوم الأول من المحادثات التي تجري في أحد مقرات وزارة الخارجية في فيرجينيا قرب العاصمة واشنطن وصف مسؤولون أمريكيون مطلعون على مجريات المناقشات هذه الأخيرة بالبناءة رئيس لجنة الاندماج الأوروبية بأرمينيا أرمان إغويان صرح لوسائل الإعلام أن المفاوضات تغطي كافة جوانب العلاقات الأرمينية الأذربيجانية وكانت المفاوضات قد انطلقت في مايو الماضي برعاية الولايات المتحدة كما أجريت محادثات بين الطرفين في مطلع يونيو الجاري في بروكسل وفي موسكو وبين البلدين نزاع حاد حول إقليم من أغورنيق الرباخ أدى إلى حربين آخرهما في 2020 وقع الطرفان إطرها اتفاقا لوقف إطلاق النار غير أن المناوشات على الحدود لم تتوقف ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع عبر سكايب من ولاية نيوجيرسي بروفيسور جون دافنبورت المدير السابق لدراسات السلام والعدالة في جامعة فوردهام بنيويورك دكتور بروفيسور أهلا بك في البداية ما هو الغرض من هذه المحادثات في وقت لم تنظم أيام كانت الحرب مستحرة بين أذربيجان وأرمينيا الآن ما الذي تريد الوصول إلي هذه المحادثات؟ إن الجهود التي يدفع بها وزير خارجية الأمريكي هو إعادة النظر إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي قد توسط به روسيا بين أرمينيا المسيحية وأذربيجان المسلمة وأيضا بالنظر إلى من هم من أصول أرمينية في داخل حدود أذربيجان في منطقة ناقرنو كارباخ والمشكلة مؤخرا في هذه المنطقة هي بأن الحكومة الأذرية قد حدد من الطريق التي تصل أرمينيا بالأراضي التي تزعم بها أرمينيا في ناقرنو كارباخ إذن إن حكومة أذربيجان كانت تحاصر هذه المنطقة وهذا أثر على الطرق التي يتواصل فيها أكثر من 100 ألف من الأرمينيين في داخل ناقرنو كارباخ في هذه الحالة بروفيسور؟ فهو رفع هذا الحصار وإعادة فاتح هذه الطريق في هذه الحالة لو سمحت بروفيسور ما هي الآلية أو المبادرة التي تريد الولايات المتحدة طرحها لتحقيق هذا السلام في ناقرنو كارباخ والذي في كل مرة يتأثر بهذه الاشتفاكات والمشاحنات بين البلدين ما يحبذه الوزير هو اتفاقية جديدة أو توصل إلى المزيد من المفاوضات والبناء على إطار يؤكد على المفاوضات التي يقودها وإن الوزير لن يقوم بهذه المفاوضات لقيادتها إذا ما كان واثقا أنه هناك إمكانية للتوصل إلى شيء ما هذا يساعد الفهم بطريقة أفضل للإطار التاريخي فالحرب في العام 1990 سيطرت الحكومة الأرمانية على منطقة ناقرنو كارباخ وبعض المناطق المحيطة بهذا الأقليم وكان هذا النزاع قد تجبد بدأت الحرب مجددا في العام 2020 وكانت أثارتها الحكومة الأرمانية آنذاك أما النتيجة كانت خلاف ما كانوا الأرمانيون يتوخى فقد سيطر الأذرباجيون على ناقرنو كارباخ وقطعوا هذه المنطقة من المناطق الأخرى التي فيها كثافة من الأرمانيين إذن الأمل اليوم هو التوصل إلى تسوية دائمة وهذا هام لأنه في الماضي كانت روسيا الوسيط بين أرمانيا وأذرباجان ولكن اليوم مصداقية الحكومة الروسية قد تضاءلت وبذلك اليوم الولايات المتحدة تلعب دور في تقريب الأطراف وأيضا كان هناك إمكانيات تطرق تاريخيا ما هو الدور الذي لعبته الولايات المتحدة للتوسط في هذا الصراع وكيف سمحت بأن يتفقم إلى هذه الدرجة ربما نتساءل ربما في التسعينيات من القانون الماضي كان يتوجب على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد وكانت آنذاك فترة انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وهذه المناطق كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي في الماضي وقد أعلنت هذه الجمهوريات استقلالها أرمينيا وأذرباجان تعاملت مع مسألة ناغورنو كرباخ فأنت محق كان يتوجب فعل المزيد في الماضي في هذه الحالة ولكن تطوع في المهور دعني أسألك سؤال أخير لو سمحت والإجابة تكون مختصرة دائما ما يوصف هذا الصراع بأنه صغير لكنه قد يتحول في أي لحظة إلى صراع عالمي كيف ذلك؟ لأن تركيا تدعم أذرباجان دولة مسلمة وروسيا والولايات المتحدة تقليديا كانت تدعمان أرمينيا فهذا النزاع إذا ما اندلع قد يؤدي إلى حرب جديدة فلا نريد أن نرى ذلك يحدث 75% منك كانوا في هذه المنطقة قد ذهبوا وهناك فرصة اليوم لتواصل إلى تسوية شكرا جزيلا لك بروفيسور جون دافنبورت المدير السابق لدراسات السلام والعدلة في جامعة فوردهام بنيويورك كنت معنا من نيوجيرسي شكرا أهلا بكم من جديد أعلن موقع IQR أن جودة الهواء في مدينة شيكاغو هي الأسوأ عالميا مقارنة مع 95 مدينة حول العالم نتيجة حرائق الغابة في كندا وتغلف حزمة من الضباب الأجواء في مدينة شيكاغو والمناطق المحيطة منذ الصباح ويتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى ساعات الليل وقد أطلقت سلطات المحلية تحذيرات للسكان لأخذ الحيطة والحذر خصوصا الأطفال وكبار السن الذين يعانون من مشاكل في التنفس ولمتابعة الموضوع عن كثب ينضم إلينا من شيكاغو في ولاية إلينوي مرسلنا أمجد المالكي أمجد مساء الخير أهلا بك في البداية الأجواء الضبابية واضحة من خلفك ومدينة شيكاغو لا تكاد ترى ولا تعرف من خلال هذا الضباب لكن عن قرب ما مدى سوء الأوضاع الجوية هناك؟ يمكن القول بأن الأجواء هنا سيشبه بالعاصفة الترابية أمجد المالكي الفرق هو برائحة الدخان منذ ساعات الصباح تشكلت هذا أصدرت السلطات هنا في شيكاغو تحذيرات للسكان وأصدرتها على الفور نظراً لأن جودة الهواء تدهورت كما أشرت في أفضل أشكل سريع لتصبح مدينة شيكاغو تتربع على عرش أسوأ الأجواء المتعلقة بالهواء وجودة الهواء إن صح التعبير على مستوى العالم وتحديداً أسوأ على مستوى 95 دولة لم يكن هذا الوقت على مدينة شيكاغو بل امتدى للولايات المجاورة نتحدث هنا عن ولاية إنديانا وولاية وسط نصحت السلطات نعم كل المواطنين يبدو أنه حتى في الخارج لساعات طويلة يبدو أنه حتى تدفق الإنترنت وجودة البث والإرسال من هناك تأثرت أيضاً بسوء الأحوال الجوية وتأثر جودة الهواء بفعل هذه الحرائق هذه ليست المرة الأولى التي تتضرر فيها ولايات خصوصاً الساحل الشمالي والشرقي للولايات المتحدة بفعل الحرائق الكبرى في كندا لكن في المقابل كانت هناك أيضاً في نيويورك عديد ربما التدبير التي فرضتها السلطات هناك ماذا عن شيكاغو وماذا عن ولاية إلونوي يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا أمجد المالكي ونتابع هذه الصور الآن مباشرة لمدينة شيكاغو بولايات إلونوي وهي تظهر بشكل كبير التضرر الهواء في المدينة من هذا الضباب وهو في الحقيقة ليس ضباباً وإنما أثار الدخان الناتج عن حرائق الغابات الكبرى في كندا يبدو أننا استعدنا الاتصال مع أمجد المالكي أمجد إذا كنت تسمعني كنت فقط أسأل عن التدابير التي يمكن أن تكون قد اتخذتها ولاية إلونوي وأيضاً المدن الأخرى المتضررة بفعل موجة الحرائق في كندا وتأثيرات الجو هنا في الولايات المتحدة فقدنا الاتصال مرة أخرى مع أمجد المالكي الذي نوجه له الشكر كان معنا من شيكاغو قال الرئيس جو بايدن إن اقتصاد الولايات المتحدة قوي الآن ولا يتوقع أن يسجل أي ركود وذلك قبل يوم من إلقاء خطاب سياسة الاقتصادية في شيكاغو ووصف بايدن الاقتصاد الأمريكي في تصريحات خلال حملة خاصة لجمع تبرعات في تشيفي تشييس بولاية ميريلاند بالقوي في الوقت الحالي ومن المقرر أن يلقي بايدن خطابنا الأربعاء في شيكاغو حول بايدن اوميكس وهو مصطلح شامل يستخدمه مساعدوه لوصف رؤيته الاقتصادية حيث يكتف الرئيس الأحداث السياسية بعد إطلاق حملته الانتخابية قالت مديرة المجلس الاقتصادية الوطني لايل بيرنارد في مؤتمر صحفي أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة مما عزز الاعتقاد بأنه سيتجنب الانكماش في المدى القريب إذن فيما يتعلق بالاقتصاد فإن الشيء المثير للاهتمام هو أنه كانت هناك توقعات متكررة ومع ذلك فإنما رأيناه في البيانات الفعلية يبدي كثيراً من المرونة لذا ما زلنا نرى سوق عمل قوياً وبطالة منخفضة لقد رأينا بالفعل أن امتداد سوق العمل القوي يتحسن بسبب الزيادة الكبيرة جداً التي شهدناها في مشاركة الأمريكيين في العمل ولذا هناك أسباب للاعتقاد بأننا سنستمر في رؤية هذه المرونة على خلفية ما أشرنا إليها على أنه نمو اقتصادي أكثر استقراراً يزداد اهتمام الشارع الأمريكي بالآثار المحتملة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2024 على الوضع الاقتصادي الملف الاقتصادي محور رئيسي في بيانات المرشحين السعين إلى خوض سباق الانتخابات الرئاسية من الحزبين الديمقراطية والجمهورية بعد إعلان دخول عدة مترشحين سباق الانتخابات الرئاسية يزداد اهتمام الشارع الأمريكي بما سيقول إليه الوضع الاقتصادي بعد هذه الانتخابات أنا متفائلة بالوضع الاقتصادي في البلاد وأتمنى أن تتحسن الأوضاع بعد الانتخابات أرى أن الوضع الاقتصادي حرج جداً وذلك بسبب خيارات سيئة للإدارة الحالية الانتخابات لن تغير شيئاً هي مجرد تغيير أدوار الناس هم من يقولون موجة التغيير وتحسين الوضع الاقتصادي معدل التضخم في الولايات المتحدة سجل تراجعاً لكنه ما زال بعيداً عن هدف مجلس الاحتياطي وهو اثنان بالمئة لذلك كان تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي جيرون باول الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وإن كان بوتيرة أقل والهدف هو كبح جماح التضخم يأتي ذلك وسط تحذيرات من التأثيرات السلبية للاستمرار في رفع الفائدة على حياة المواطن الأمريكي الكل يتساءل حالياً إن كانت قرارات مجلس الاحتياطي مجدية في رأيي من المبكر أن نحكم على ذلك في المستقبل القريب صحيح أن الأسعار لا تزال مرتفعة بالنسبة للمواطن الأمريكي لكن هناك إجراءات صارمة اتخذت ولا أستبعد ارتفاع آخر لنسبة الفائدة مرة أو مرتين قبل نهاية السنة الانتخابات الرئاسية ستجرى في نوفمبر من العام القادم ومع ذلك دخل الحزبان الديمقراطي والجمهوري في حمالات انتخابية مسبقة يشكل الملف الاقتصادي حجر الزاوية فيها الحالة الاقتصادية للمواطن الأمريكي تعد أولوية لدى الحزبين في خطابتهما الانتخابية إذ أن الإدارة الديمقراطية الحالية تفتخر بملايين الوظائف التي خلقتها والمشاريع الاقتصادية التي جاء بها قانون الحد في التدخم بينما يتهم الجمهوريين إدارة بايدن باتباع سياسات اقتصادية تحول دون كبح جماح التدخم وتحسين الوضع الاقتصادي رضا بوشفر الحرة فلوريدا تأكدت إصابة خمسة أشخاص بالمالاريا في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عشرين عاما بحسب سلطات الصحية الأمريكية وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن كل المرضى يتلقون العلاج وحالتهم تتحسن مشيرة إلى أن الحالات الأربع التي سجلت في ولاية فلوريدا لا تبدو مرتبطة بالحالة الخامسة المشخصة في ولاية تيكساس وتسعى السلطات الصحية للتحقق مما إذا كان قد تم تشخيص حالات إضافية واتخاذ تدابير وقائية لسيما ضد البعوض الناقل للملاريا كشف علماء عن تقدم كبير في مجال علاج مرض السرطان وقالوا إنه قد يكون لقاحا ليس للوقاية من المرض ولكن لتقليص الورم ويعد الاكتشاف الجديد نقطة تحول في مجال البخوث الخاصة بمكافحة السرطان فيما يتوقع كثيرون إصدار المزيد من اللقاحات في غضون خمس سنوات تود بييبر مريض سرطان يبلغ من العمر ستة وخمسين عاما يشارك في اختبار تجريبي للوقاح لتقليص أورام سرطان الرئى في معهد لقاح السرطان بجامعة واشنطن في سياتل وذلك بعد أن انتشر الورم إلى دماغه يقول إنه حريس على المشاركة في الأبحاث التي يمكن أن تغير بشكل جذري طريقة علاج المرض في المستقبل أعني وباختصار ليس لدي ما أخصره وكل شيء أكسبه سواء بالنسبة لي أو لأشخاص آخرين على الطريق كما تعلمون لا أعرف الكثير عن كيفية سير البحث وكيف ينتقل إلى التجارب ولكن أعتقد أن هذا يمكن أن يكون شيئا جيدا حصل بيبر بالفعل على أول لقاحات السرطان الخاصة به وهذه ليست لقاحات تقليدية تمنع المرض ولكنها لقاحات لتقليص الأورام ومنع السرطان من العودة هذه العلاجات التجربية تستهدف حاليا سرطان الثدي والرئى بالإضافة إلى سرطان الجلد وسرطان البنكرياس ووفقا للباحثين في معهد لقاح السرطان بجامعة واشنطن في سياتل فإن على اللقاح كي ينجح في مهمته أن يعلم الخلايا السليمة في الجسم بخطورة السرطان وبمجرد تدريبها على ذلك يمكنه الانتقال إلى أي مكان في الجسم لمطاردة الخطر بالنسبة للاختبارات الجارية بشأن سرطان الثدي المبكر والمتقدم وسرطان الرئى يؤكد العلماء أن نتائجها ستظهر في أقرب وقت من العام المقبل أنا واثقة تماما من أنه في سنوات الخمس إلى الثماني القادمة سنحصل على الموافقة على أكثر من لقاح للسرطان لاستخدامه في هذا المجال ومنع عودة المرض لمهاجمة الجسم معرفة العلماء كيف يناور السرطان جهاز المناعة في الجسم حفزت شركات الأدوية مثل موديرنا وميرك على تطوير لقاح لمرضى سرطان الجلد بالتزامن مع دراسة كبيرة ستبدأ هذا العام وسيتم تخصيص اللقاحات لكل مريض بناء على الطفرات العديدة في الأنسجة السرطانية وبذلك سيتمكن اللقاح الجديد من تدريب الجهاز المناعي على البحث عن بصمة طفرة السرطان وقتل الخلايا السرطانية قرر مجلس مدينة هامتشرانك في ولاية ميتشيغن الأمريكية منع رفع جميع الأعلام غير الرسمية فوق المباني الحكومية وأثرت قرار احتجاج ومعارضة المؤيدين لحقوق المثليين حيث اعتبر هؤلاء أن مجلس المدينة الذي يضم أعضاء مسلمين استهدف بقراره علم المثليين بعد أن كانت أعلام مختلفة غير رسمية ترفع في السابق في شوارع المدينة الرئيسية كما اعتبروا القرار مخالفا لما هو سائد في جميع المدن والولايات الأمريكية الأخرى لحظة تاريخية أخرى يصدعها مجلس مدينة هامتشرانك بولاية ميشيغن بقراره منع رفع الأعلام غير الرسمية فوق المباني الحكومية والعامة في المدينة في توقيت أطار الجدل في كامل الولايات المتحدة وأطار موجة انتقادات وطنية ضد مجلس المدينة الأول من نوعه بخلفية إسلامية كاملة لأعضائه التسعة قرارنا لا يرتبط بأي خلفية دينية لأن القواسم المشاركة تقول أنه لا يمكن إعطاء الأولوية لفئة من الناس على حساب البقية من المجتمع والفئات الأخرى ما يقوله الأعضاء هو أن قرارهم متفقوا مع الدستور الأمريكي ومع توجهات أغربية سكان المدينة وفيه مساواة بين الأقليات المكونة للمجتمع المحلي الذي يوصف بأنه الأكثر تنوعا في الولايات المتحدة نحن لم نعمل شيء ضد الدستور وضد القانون الأمريكي يحق لكل إنسان في بيته أو في البزنس حقه أن يعمل بما أرى بس كمدينة من أجل سلام السكان المدينة ويظل التوحد بين السكان المدينة أن يكون نوترول ولا يرفع أي عالم غير عالم الولايات المتحدة وعالم الستيت والمدينة في مقابل ذلك هناك معارضون للقرار خاصة مما يعتقدون أن المدينة لديها تقاليد سابقة في رفع الأعلام المعبر عن انتماءات سكانها هناك قطاع واسع من الناس يعيشون هنا في هذه المدينة يعملون ويملكون أعمال ويدفعون الضرائب وينتخبون لكنهم بهذا القرار يشعرون بالتهميش وذلك الاعتراف السابق بهم لم يعد موجودا لطالما اشتهرت هام ترامك بشارعها الرئيس جونس كامبو الذي ترفع فيه أعلام دول الأصل لسكانها لكن أزمة الأعلام هذه غيرت من وجه هذا الشارع ولم يبقى منه سوى العالم الأمريكي لم يبقى في سماء شارع جونس كامبو الرئيسي في مدينة هام ترامك غير الأعلام الأمريكية لماذا؟ كان ذلك نتيجة لذلك القرار الذي اتخذه مجلس المدينة بمنع رفع كافة الأعلام غير الأعلام الرسمية الأمريكية هذا القرار ظهر أول ما ظهر في هذا الشارع الذي لك طالما كان جامعا لأعلام كافة أصول المجموعات السكانية في هذه المدينة تفسير ذلك القرار سابقا وتفسير ذلك القرار حاضرا ذلك هو الجدل الذي يحدث في هام ترامك اليوم رب احتلالي الحرة هام ترامك ميشيغان احتج المئات من أولياء تلاميذ المدارس الحكومية في ولاية ماريلندا الأمريكية على تغيير وصفوه بالمفاجئ في المناهج الدراسية وجعلهم غير قادرين على استبعاد أطفالهم من دروس الهوية الجنسية انطلاقا من معتقداتهم المتظاهرون الذين كان أغلبهم من المسلمين انضمت إليهم أعداد من المحافظين من ديانات أخرى بعد شهرين من إسقاط مجلس إدارة مدارس مقاطعة مونغومري في ولاية ميريلند حق الأولياء في استبعاد أبنائهم من دروس الهوية الجنسية احتج المئات من الناشطين وأولياء تلاميذ المدارس من أجل الضغط على السلطات التعليمية كي تتراجع في قرارها بحسبهم تماشيا مع قوالين حماية المعتقدات والأدين عليهم أن يعيدوا القانون الذي يمنحنا اختيار ما هو ملائم لأولادنا نحن من يعرف ما يفيد وما لا يفيد أبنائنا هذا ليس بتجمع لمسلمين أو يهود أو مسيحيين هذا تجمع للاتحاد بيننا الاحتجاج ضد إلغاء حق انسحاب الأطفال من دروس الهوية الجنسية نظمته الجمعية حقوق الأسرة للحرية الدينية وأمهات من أجل الحرية وكان أغلب المشاركين فيه من المسلمين إلى جانب مسيحيين طالبوا باحترام حرية الأولياء في اختيار ما يناسب أولادهم من تعليم أريد أن يكبر أولادي ويتربوا بما ينسجم مع معتقداتي وأسلوب حياتي وكان مجلس مقاطعة مونغومري وبعض المقاطعة الأخرى قد قامت بتعديلات تتعلق بالعلاقات المثلية وأوقفت نظام إشعار الأولياء في الموضوع بحسب ناشطين وفي مكان مقابل تجمع بضعة ناشطين من داعمية المثلية للتعبير عن رفضهم للوقفة الاحتجاجية مرددين هتافات تطالب بالإبقاء على التعديلات خليب طويل الحرة من مقاطعة مونغومري في ميرلند في نهاية هذه النشرة دعونا نعود مرة أخرى مشاهدين إلى ولاية شيكاغو ونذكر أن موقع IQR قد أعلن أن جودة الهواء في مدينة شيكاغو أضحت الأسوأ عالميا مقارنة مع 95 مدينة حول العالم نتيجة حرائق الغابات في كندا وتغلف حزمة من الضباب الأجواء في مدينة شيكاغو والمناطق المحيطة منذ الصباح كما تظهر هذه الصور التي تأتنا على الهواء مباشرة من هناك ويتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى ساعات الليل السلطات المحلية كانت قد أطلقت تحذيرات للسكان لأخذ الحيطة والحذر خصوصا الأطفال وكبار السن من الذين يعانون من مشاكل في التنفس ترجمة نانسي قنقر شكرا